بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم استاذ ياسم محمد ناجيب من المدى السشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنبدأ سلسلة من الفيديوهات الارشادية للمعلم ازاي يقدر يستخدم منصة ادمودو في البداية هنفتح المنصة بتاعت ادمودو ده الشكل بتاعها من على ايه متصفح بعد كده هنبدأ بالتسجيل لو انت بتعمل حساب جديد ممكن تقوله انك هتسجل كمعلم الصفحة هتحمل معك هتطلع لك صفحة مطلوب منك انك تملى فيها البيانات هتكتب عنوان بريدك الالكتروني هتكتب عنوان كلمة المرور بتاعتك انت هتطلب بانك تسجل مع اوفيس 365 بما ان لك حساب اوفيس 365 تابع من الدولة انت بتاخده من وزارة التربية والتعليم كهدئية حضرتك هتستخدم الخطوة بتاعت سجل مع اوفيس تلتمية خمسة ستين مجرد محضرتك ما هتسجل هتفعل المنصة وهتديها صلاحيات بعد كده هتدخل وهتسجل دخول على المنصة بشكل عادي انك هتفتح موقع المنصة وتطلب منه تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت مجرد محضرتك ما هتضغط على حساب مايكروسوفت هتلاقي بان الموقع بفتح معك بكل بساطة وبدون اي مشاكل